ذنّا مشاهدين قضية تهريب الذهب في السودان تعود إلى الواجهة من جديد في وقت تتزايد فيه حدة الضائقة الاقتصادية والتي تمددت في كافة أنحاء البلاد فالسودان بالطبع يعتمد بشكل كبير على مورد الذهب خاصة بعد خروج مورد النفط من موازنته بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 وكالة بلومبرغ كشفت أن السلطات السودانية استجوبت 58 موظفا في شركة تنقيب عن الذهب بينهم 36 شخصا يحملون الجنسية الروسية يشتبه بتهريبهم الذهب إلى الخارج وفي تصريحات خاصة للحدث قال الرئيس شركة التعدين المحلية الصولج للتعدين رياض الفاتح إن الروس المشتبه بهم هم موظفون بمصنع لمعالجة مخلفات الذهب في منطقة العابدية بولاية نهر نيل والذي آل لهم بالشراء عام 2021 من شركة ميروغولد المملوكة بنسبة 99% لروسيا الفاتح أشار أيضا في تصريحاته للحدث أن شركة التنقيب عن الذهب التي كان يتبع لها الموظفون الروس والمقصود هنا بالطبع ميروغولد تعرضت عام 2020 لعقوبات أمريكية إثرى مزاعمة بعلاقتها مع شركة فاغنر الأمنية الروسية بدوره نفى الفاتح وجود هذه العلاقة ذكرت أيضا وكالة بلومبرغ أن كميات الذهب التي صدرها السودان إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغت نحو 27 طنا أي ما قيمته مليار و600 دولار ويثار الحديث في سودان دائما إلى عمليات تهريب الذهب إلى الخارج وحتى الحكومة صرحت في وقت سابق بأن ما يصل إلى 80% من المعادن الثمينة في البلاد يتم تهريبها إلى الخارج وهو بالطبع ما يؤثر على الاقتصاد السوداني بشكل كبير